السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ نصرابح تلاميذ الثاني ومتوصف نوصل معكم سلسلة النمج الخاصة بالاختبارات نموذج رقم 4 ولمن يبحث عن بقية النمج في اللغة العربية والرياضية تجدون روابطها في صندوق الوصف وفي أولي تعليق أما بالنسبة لتلاميذ الأولى متوسط أيضا سأترك لكم الروابط في صندوق الوصف وفي أولي تعليق أيضا لمن يريد تحميل وطباعة هذا النموذج تجدون الراب والصندوق أول رابط تجدونه خاص بهذا بتحميل هذا النموذج أما الحل سنقوم بحله مع الشرح وإنما نبدأ على بركة الله إنما نحب وطننا لما بينه وبيننا من الصلاة المتينة فقد تربينا في جوه وصرنا منه منزلة الفرع من الشجرة كونا نسيمه أجسامنا وصارت قوانينه عاداته وأصبحت طريقة أهله في مأكلهم وملبسهم وكلامهم طريقتنا نحن إليه إذا نزحنا عنه فنأنس بقربه ونعتز لعزته والله إن حب الوطن يكاد يكون طبيعيا في كل إنسان فالمواطنون الصالحون في كل أمة مثل الأعمدة التي ترفع ما عليها فتبني عليها هيكل مجدها وبقدر ما يكثر عدد المواطنين الصالحين بقدر ما تكون الأمة راقية ومتقدمة حياتها في جميع الميدين وعلى قدرها وظهر الرضا على أفرادها ولكن من هو المواطن الصالح إنه بتأكيد ليس الذي يقتصر على شؤون نفسه ولا يهتم بشؤون الآخرين فلا يضر ولا ينفع أحدا متناسيا ما على كاهله من مسؤولية سؤال أول يقول البناء الفكري حسب الكاتب من هو المواطن الصالح بماذا شبه الكاتب المواطنين الصالحين لخص النص في فكرة عامة قدر قيمة للسند هاتي من السند مراض في الكلمتين التاليتين الصلبة وارتحلنا هاتي من السند ضد الكلمة التالية تحطم البناء اللغوي استخرج من السند أو قبل ذلك سنقوم بهذا حدفه أعرب أعرب ما تحته خط في السند عندنا كلمتين أو بالإضافة إلى الحروف والله ومتقدمة ها هي الكلمة الأولى والتانية أيضا استخرج من النص اسلوبا إنشائيا مبينا نوعه تكتب هنا الجملة وتبين نوعه أو نوع الاسلوب الإنشائي استخرج أو استخرج اسم مكان أو زمان من الكلمات التالية ولد رجع استودع بالإضافة إلى صغته أو كيف استخرجته من هذه الأفعال أو صغته من هذه الأفعال أيضا استخرج أسلوب قسم وحدد أركانه من أسند فعلا معتلا وبين نوعه اسما مقصورا ثم في الأخير أسند الجملة التالية مع الضمير أنتما في الأمر أسند الجملة التالية مع الضمير أنتما في الأمر وقف تحية احترام لعالم وطنه أسندها في الأمر مع أنتما الوضعية السيق يقول الحب الوطني شعور طبيعي عند الوطني السادق فهو يسعى إلى التعبير عنه بشتى السبور السند يقول قال الشاعر بلاد هواها في لساني وفي دمي يمجدها قلبي ويدعو لها فمي التعليمة اكتب فقرة من عشرة أسطر تحث فيها الزميلك على ضرورة خدمة الوطن والتضحية دي من أجله محترما علامات الوقف الآن أعزائي التلاميذ نعود إلى الحل المقترح وبالنسبة لي كل الأسئلة أيضا الحل سأشرحه لكم خطوة خطوة حسب الكاتب حسب الكاتب أعزائي التلاميذ من هو المواطن الصالح هنا الكاتب طرح سؤالا ولكن من هو المواطن الصالح وأجاب حسب الكاتب إنه بالتأكيد ليس الذي يقتصر على شؤون نفسه ولا يهتم بشؤون الآخر ها هي في الفقرة الأخيرة بماذا شبه الكاتب المواطنين الصالحين ننتقل إلى الفقرة الثانية فالمواطنون الصالحون في كل أمة مثل الأعمدة التي ترفع ما عليها إذن هنا شبه بالأعمدة التي ترفع ما عليها لخص النص في فكرة عامة عندنا أعزائي التلاميذ أفكار متنوعة أنا أقترحت عليكم ضرورة حب الوطن والاعتزاز به قدر قيمة للسند عندنا قيمة أخلاقية وقيمة اجتماعية الأخلاقية تتمثل في حب الوطن وحب أفراد المجتمع الواحد وأيضا اجتماعية وهي التعاون بين أفراد المجتمع الواحد بالنهوض بالنهوض بالوطن الواحد في جميع الميادين هاتي من السند مراضي في الكلمتين التاليتين الصلبة الصلبة نعرفها أنها يمكن أن أقول القوية ويمكن أن أقول المتينة ارتحلنا معناها نزحنا نزحنا وهي إذا نزحنا عنه أي ارتحلنا منه ونسمعها أيضا في دروس الجغرافية نقول النزوح الريفي هاتي من السند ضد الكلمة التالية تحطم ضدها تبني عندما تحطم بناية سعكسها ماذا تبني بناية الآن ننتقل إلى أعرف ما تحته خطف السند عندنا والله أكيد هنا والله نستعملها في القسم الواو حرف قسم الله الله هنا الله بالكسرة والله لفض الجلالة لفض الجلالة اسم مجرور بعد واوي القسم وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره الآن هنا قد يسألني التلميذ يا أستاذ لماذا لم تشكل لنا تعمدت ذلك لكي تسترجع معلوماتك في المعطوف والمعطوف عليه هنا أعزاء التلميذ ما تكون الأمة راقية ومتقدمة هنا نراحل أنه عندنا حرف عطف والذي يأتي بعد حرف العطف نعربه ماذا الواو حرف عطف ويمكن أن أقول حرف عطف مبني على الفتح متقدمة لماذا قلنا متقدمة لماذا لأن الكلمة ما قبل حرف العطف راقية منصوبة فهنا يجب أن تكون أيضا من منصوبة وأقول متقدمة معطوف على راقية منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره الآن الأسلوب الإنشائي استخراج أسلوب الإنشائي مبين نوعه وأقول الأسلوب الإنشائي ينقسم إلى عدة أغسام منها عندنا قسمين الطلبي وغير الطلبي الطلبي الذي ينقسم إلى عدة أقسام منها الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمني أنا استخرجت لكم هنا جملة فيها أسلوب إنشائي وهو الاستفهام هنا عندما قال ولكن من هو المواطن الصالح طرح سؤالا وهو استفهام إذن هنا نقول طلبي طلبي عندنا الغير الطلبي أيضا نجده وهو ما لم يطلب المخاطف فيه عند النطق به وله عدة أنواع منها التعجب وعندنا القسم والمدح والذم والرجاء هنا عندنا بما أن عندنا القسم سنستعمله في الأسلوب الإنشائي غير الطلبي والله إن حب الوطني يكاد يكون طبيعيا في كل إنسان هنا غير طلبي الآن نركز قليلا اسم المكان والزمان أو الزمان من الكلمات التالية نبدأ من الكلمة الأولى ولد هنا مباشرة هذا النوع من الأفعال المعتلة المثال الفعل المعتل للمثال صيغته أو استخراج اسم المكان أو الزمان منه مباشرة يكون على وزن مفعل أي الحرف ما قبل الأخير يكون مكسورا وأقول ولد مفعل أي مولد الحرف ما قبل الأخير يكسر ها هو عينه نقوم بكسرها يعني الحرف ما قبل الأخير في الفعل الفعل رجع فعل ثلاثي صحيح ليس مثل هذا معتل هنا هذا النوع من الأفعال كيف أستخرج اسم المكان وزمان منه أولا أحاوله إلى المضاع لماذا؟ لكي أرى إن كان الفعل أو الحرف الأخير الحرف ما قبل الأخير مكسور إذا كان مكسورا ماذا أفعل؟ يتم صياغته على الوزن على وزن مفعل أي أقول مرجع الحرف ما قبل الأخير يكون مكسور استودع هذا الفعل لا يشبه هذا ولا هذا استودع يوزن أولا أو الخطوة ماذا نفعل؟ نستخرج مضارع منه لماذا؟ استودع استخرج استغفر ماذا؟ كيف نستخرج منه اسم المكان أو الزمان؟ أولا نحوله إلى المضارع استودع تصبح يستودع بعد ذلك أقوم بتغيير هذه الياء إلى ميم مضمومة يعني مكان هذه الياء ميم مضمومة وبعد ذلك الحرف ما قبل الأخير كان مكسورا أجعله ماذا؟ مفتوحا وتصبح مستودعا بعد ذلك استخرج أسلوب قسم محدد أركانة عندي أسلوب قسم هنا أستعمل في جملة واحدة والله إن حب الوطن يكاد يكون طبيعيا في كل إنسان الواو هنا حرف القسم الله مقسم به أي قسمنا بمن؟ نقسم بالله إذن مقسم به وعندنا بقية الجملة إن حب الوطن يكاد يكون طبيعيا في كل إنسان جواب القسم نسميه أو المقسم عليه الآن طلب من استخراج فعلا معتلا وبين نوعه أنا استخرجت لكم فعلين يوجد الكثير منهم في النص عندي تبني تبني ما معناها يجب أن نرجعه إلى الأصل أقول تبني في الماضي بنى بنى الحرف الأخير معتل فأقول هو معتل ناقص أيضا على هنا على ليست حرف الجر بل على يعلو أي يرتفع إذن على هنا فعل معتل ناقص حرف العلة هو الألف الآن طلب مننا استخراج اسما مقصورا الاسم المقصور ها هو عزائي التلاميذ وقدره وظهر الرضا كل هذه الدروس عزائي التلاميذ شرحتها بالتفصيل في القناة أسند الجملة تالية مع الضمير أنتما في الأمر الفعل الأمر مع الضمير أنتما في الأمر وجب علي أن أحدث حرف العلة أقول وقف قف عندما أكلمك وأقول لك قف لاحظوا أن الو حدفت هنا فأقول قف تحية احترام لعلم وطنك لا تنسى نشر هذا الفيديو الضغط على زر اللايك ونشره في المجموعات التعليمية بعد قليل أيضا سأنشر لكم اختبارا آخر إذا وجدت تفاعلا مع هذا الفيديو في مادة الرياضيات دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر